فإذن تبدو هذه التدعيات بعد اعتراف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منذ قليل بها كعاصمة الإسرائيل معنا مباشرة من غزة طلال عوكل المحلل السياسي سيد طلال أرهم بك وهنا نتحدث حول ما يمكن أن نوصفه من تدعيات بعد حوالي عشرين عاما كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من التأجيل اعترف الآن بالقصة كعاصمة الإسرائيل كيف ترى هذا الاعتراف وأيضا كيف ترى التدعيات في الفترة القادمة على المنطقة ككل أولا هذه مغامرة كبرى يقودها الرئيس ترامب في السياسة الخارجية تجاه واحد من أعقد الملفات لم يكن أسلافه السابقون مجانين حتى ينزلق في مثل هذه المغامرة هو يقدم نفسه باعتباره يصحح التاريخ الأمريكي السابق وأنه الذي سيعيد عظمة أمريكا في الوقت الذي دخلنا عمليا منذ سنوات ليست قليلة نظام عالمي متعدد الأقطاب هو يعتقد بأن بإمكانه أن يعود إلى النظام العالمي الذي علنه جورج بوشي الأب في عام 1990 حينما قال أن العالم دخل مرحلة جديدة نظام عالمي جديد بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية صحيح لكن الأمر لم يستمر طويلا الآن نحن أمام رئيس قليل الخبرة أحاط نفسه ببطاني من اليهود المتطرفين وبالتالي عندما تقارن السياسي والتركيبة التي تحظى بها إدارة ترامب ستجدها امتداد للتركيب السياسي اليميني المتطرفة في إسرائيل الآن هذا القرار الذي يخالف قرارات الأمم المتحدة هذا صحيح يخالف مواقف الولايات المتحدة السابقة صحيح ولكنه يخالف الإرادة الدولية لاحظنا ردود الفعل جامعة شاملة حتى من أقرب أصدقاء الولايات المتحدة الذين اعترضوا على هذا القرار وحذروا من عواقبه على كل حال أهم تداعيات هذا القرار هو أنه قطع المسيرة الطويلة عمليا التي مرت بها عملية السلام وتعثرت كثيرا تحت عنوان رؤية الدولتين ودفع الأمور باتجاه الصراع المفتوح يعني أعاد الأمور إلى بداياتها إلى أصولها حين كانت الشعوب العربية تنظر للولايات المتحدة في الخمسينات على أنها العدو الأساسي للأم العربية اليوم يقدم ترامب الولايات المتحدة باعتبارها الشريك أساسي مع إسرائيل وفي موقع العدو الأول للأم العربية يعني هل ترى إذا سيب طلال هنا في هذه المحظات لا أود أن أترك هذه النقطة المهمة لأنك تتحدث عن نقطة مهمة جدا وهي كيف أنك تقرأ المستقبل بعد يعني ما قاله الرئيس الأمريكي أو اعترافه بالقصة العاصمة الإسرائيل بأنه سوف يؤججه كما تقول وقال خبراء مراقبون الصراع الإرهابي خاصة في منطقة الشرق الأوسط لأنه من المعروف أن قاضية فلسطين يلب الصراع في منطقة الشرق الأوسط ككل نعم وهذا له تداعيات من نوع أشارت له وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة قبل حوالي ساعتين عندما علقت وقالت أن هذا سينشط سيسعر دور الجماعات الدينية المتطرفة في مواجهة الولايات المتحدة وفي مواجهة إسرائيل إسرائيل ظلت تعتبر نفسها دولة محصنة وهي حتى الآن دولة محصنة تجاه الجماعات الإرهابية اليوم هذه الجماعات القديمة المعروفة منها والتي يمكن أن تولد بسبب هذا القرار الأمريكي لا تجد لها أي مبرر للوجود والاستمرار إلى آخره إلا إذا انتبهت وأدارت قرص نشاطها باتجاه إسرائيل وباتجاه المصالح الأمريكية لكن أنا كنت أريد أن أضيف النقطة الثانية في عملية التأصيل وأنه قطع الطريق على رؤية الدولتين وعملية السلام من خلال المفاوضات وأعادنا إلى المربع الأول الصراع على أرض فلسطين التاريخية طالما ليس هناك مجال لدولة على حدود الرابع من حزيران إذن المجال الأوسع أصبح مفتوحا والصراع مفتوح على الأرض الفلسطينية كلها أرض فلسطين التاريخية وبالتالي هو صراع يعود إلى كونه صراع وجود وليس صراع حدود وهذا يعطي الفلسطينيين مساحة أوسع للذهاب إلى خيارات يعني ليست بالضرورة أن تكون ذات طابع عنفي أو حربي أو ما إلى ذلك ولكن يحرر الفلسطينيين الذين ظلوا يستمعون إلى نصايح ودعوات الولايات المتحدة مرة وأوروبا مرة أخرى لتأجيل بعض الإجراءات باتجاه محكمة لاهاي والمؤسسات الدولية الأخرى هنا يتحرر الفلسطينيون فليذهبوا معين ما شاءوا ولكن ليقودوا هذا النضال بتوافق فلسطيني شامل وطني وعلى أسس وبوسائل مناسبة لا تجعلنا في موقع يعني الشك مرة أخرى وبالتالي لا تضعنا أمام مخاطر جديدة صحيح وهذا يعني ما أكد عليها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في كلمته منذ قليل بعد كلمة ترامب عندما قال أنه سوف يتم دعوة جميع الفصائل الفلسطينية في اجتماع لمحاولة وضع الخطوط العريضة والاستراتيجيات للرد حول هذا الموضوع لأن وضع الخطوط سيد طلال كما تتحدث والاستراتيجيات أيضا وكيف تبدو هنا محاولة ضم بعض القوى الإقليمية والخارجية والأوروبية في صف واحد من أجل أن نندد بهذا القرار مهم نعم نعم يعني نكاد نكون أمام جبهة عالمية بصراحة في مواجهة هذه السياسة الأمريكية المنحازة تماما لإسرائيل يعني لم تبقى إلا ربما دول قليلة حتى الآن تسترت صمتت وربما تتبع الولايات المتحدة ولكننا سنجد دول من نوع ميكرونيزيا كالعادي تصوت إلى جانب الولايات المتحدة لكن العالم كله يصطف إنما شرط أن يأخذ هذا الاصطفاء في العرب الإسلامي الدولي طابعا عمليا نشطا في مواجهة هذه السياسة العدوانية الأمريكية والعنصري الإسرائيلي شرطها الأول أن يتحد الفلسطينيون أن تجري المصالحة بشكل سريع بينهم حتى يشكلهم جبهتهم لأنه من غير الممكن أن تطالب الآخرين سواء كانوا أشقاء أو أصدقاء بما لا تفعله أنت نحن علينا كفلسطينيين أن نجتمع مرة أخرى وأن نتوافق مرة أخرى وأن نتوحد وليس هناك أخطر من الوضع الجاري لكي يشكل دافعا لكل الأطراف لكي يتقدم ما عليها من تنازلات حتى نخرج للعالم للعرب أولا لأشقائنا بخطاب نقول هذا مناره مناسبا تفضلوا وإدعمونا على هذا الأساس أما الوضع القائم فهو يحتاج إلى جهد مستعجل طبعا لمست من خطاب الرئيس أبو مازن ومن بعض التصريحات التي صدرت عن بعض القيادات الفلسطينية هذا المساء أن هناك إدراك لهذه المسألة واستعجال لإنجاح المصالعة في خطواته الأولى بعد أن بدت حتى عصر هذا اليوم وكأنها دخلت في مرحلة تعثر جديدة لأن الحكومة كان يفترض أن تأتي اليوم لم تأتي الحكومة الوفد الأمن المصري أعتقد أنه احتجاجا على هذا التأخير غادر قطاع غزة اليوم يستعجلون كل شيء ليتهم كانوا استعجلوا كل ذلك وقرأوا كل ذلك مسبقا قبل سنوات وليس فقط عندما يداهمنا الخطر ويكون على أبواب البيت إذن دعا أشكرك على هذا التحليل السيد طلال العاكل المحلل السياسي كنت معي مباشرة من غزة أشكرك شكرا غزيلة